السلام عليكم مشاهدي الأعزاء ومرحبا بكم في قناة مطبخ أون فيزا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومرحبا بكم في وصفة اليوم في حلقة اليوم إن شاء الله سنتقسم معكم طريقة ديال البيتزا سهلة وسريعة في التحضير واللي هي بيتزا بالكفتة على هالطريقة هذي كيف مما كتشوفوا في الصورة وجيت سهلة بلا بيض بلا حليب أجينة اقتصادية أول شيء سنبدأ بلاصوص ديال ماتيشا عندي هنا يستدي الحبات ديال ماتيشا محقوقي ومعلقة كبيرة من المعدنوس وجوج معرق صغر ديالتومة محقوقة وبصلا محقوقة ومعلقة ونص من تحميرا ونص معلقة من الأبزار والملحة حسب الضوك وشوية ديال زيت الزيتون تقريبا واحد ثلاثة ديال المعالق كبار وشوية ديال الزعتر سواء محقوق أو مدقوق سنشعل لها على نار متوسطة ونضيف عليها ماتيشا المركزة سنجعلها تطيب على خاطرها ونبدأ نحرك مرة مرة حتى نشوفها عقدات سنجعلها تطيب مزين حتى تحيد منها الحمودة ماتيشا وبعد ما طابد كيف مما كتشوفوا وعقدات وما بقدتش فيها نقطة ديال 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 اللماتايشا اغندو زوق العجينة بسم الله على بركتي الله عندي انسكيلو ديال ديال دقيق وكأس ديال الفينو والملحة حسب الضوك ومعلقة صغيرة من الخميرة ديال الخبز ومعلقة كبيرة من الزعتر و 3 ديال المعالقة كبار من زيت الزيتون سنجمع العجينة بالمدافي وبعد ما نعجن العجينة مزيان و ندلكها مزيان سنضيف لها الزبدة في الآخر بعد ما جمعت العجينة سندلكها مزيان قد ما ادلكت العجينة للبيتزة مزيان في المكلة جعلها كتجير طبع و بنينة بعد ما ادلكت العجينة مزيان سنضيف لها جوج مع العلقة كبار ديال الزبدة انا كنزرب شوية الفيديو باش مايجي لكمش الفيديو طويل سنحاول ندخل الزبدة مزيان في فوست العجينة و نعجنها مزيان حتى الدخل ديك الزبدة فوست العجينة كاملة كاللي كيضيف الزبدة في الأول ملقه سنخليوها حتى الآخر باش مليك التبلابات كتجير طبع و بنينة سنكمل بنفس طريقة حتى الدخل الزبدة مزيان في فوست العجينة وبعد ما عجنتها مزيان سنخليها تخمر حتى الضعف الحجم ديالها إلا ما خمرت الش العجينة مزيان مليك التبلابات كتجي قصحة غطيتها ببلاستيك و نزيد عليها شي حاجة صخونة و نخليها تخمر مزيان وبعد ما خليتها خمرات مزيان سنقسم العجينة على الشكل كويرات واحدة سنكبرها و نديرها على طريقة اللي شفته في الصورة في الأول و المتابقي سنقوم بيزات موين بعد ما قسمت العجينة سنخليها ترتاح مرة أخرى باش من اللي نجي نطلقها ما تعدبنيش سنقسم العجينة إما بالزيت أو بالضقيق و سنخليها ترتاح و كيف ما كتشوفو خليتها رتحت حتى نضعف شوية الحجم ديلها خضيت القرى اللولى اللي اللي كبرت شوية غنحلها على الشكل دائري بعد ما حليتها غنهزها و نحطها في صفيحات الفرن و كيف ما كتشوفو ما غلطهاش بالزعف و ما ارققتهاش يعني خليتها فحت السمك اللي هو موين غنتكها كاملة بالفرشيتة باش ما تنفخش و تجي غليضة غناخد إما طبصل صغير أو لازلافة كبيرة و غنطرسي به في الوسط كنضغط عليها شوية فلوس باش كتخلي لي هذك رترس دائري و خضيت القطعة دية البيتزا و قطعتها من الوسط على ربعة على هات الشكل و كلها نصف عاوت عاوت أقسمته على جوج كي يجيوا هكاية متلاتات و خضيت اللاصوس اللي صاوبت من قبل و وضعتها في الجوانيب و خضيت البصلة مع فلفل قطعتهم رقاق و حطيتهم فوق لاصوس و خضيت الكفتة اللي شحرتها من قبل و حتى هي غنوضعها فوق منهم على هات الشكل و ممكن تضيفوا الشومبينيو مع زيتون ممكن تضيفوا أي حاجة بغيتوها العمارة كتبقاء اختيارية و في الآخر وضعت الفرماج محقوق و خضيت القطعة اللي قطعت من قبل هذك المتلاتات و قردهم حتى الحشية يعني على هات الشكل هذو و كيفما كتشوفوا الطريقة ره جيد سهلة و كان ضنراها واضحة يعني كل متلات رضيتو الجنب و دابا غادي ندوز لدوك لبيتات صغار حتى هما قرستهم و تكيتهم بالفرشيطة و وضعت فوق منهم لاصوس و فلفلة مع البصلة و الكفتة و الفرماج بطبيعة الحل و غنضخلهم الفران غنخليهم يطيبوا و من بدا غادي نبطهم التحت و نخلي الفرماج يتحمر غي و واحد شوية من الفوق ياخد يعني غدا كل لون الدهبي و من بعد نطلقوا باش نشوفوا الشكل جالهم النهائي و ها هما البتزا وجدوا الكبيرة ها هي هذا هو الشكل جالها كيجي الشكل جالها زوين بزاف و كيفما سبقت قلت لكم دائما العمارة كتبقى اختيارية وعلى حسب الضوط و خلاص هادو هما صغار اللي كندرت يعني حتى هما بنفس العمارة كتجي رطبا و ما كتجيش قصحا كتجي جد رائعة كتجي كتجي بمضاق رائع ما فيهاش مقونات بزاف يعني فيها غير البصلة معاففلة و الكفتة و الفرمج بطبيعة الحال كيجي المضاق جالها روعة و هذا هو الشكل جالهم النهائي و كانتمنى نكون على حسن ظن ديالكم و اللي اجبعتو حلقة اليوم و وصفة اليوم ينساش ادر لايك هذا فضلا و ليس امرا و اللي ما زال ما تابوني بجد ما يصلوا الجديد و شكرا لكم و شكرا للدعم جالكم و شكرا للايك جالكم و الى الوصفة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة